بالمركز الدولي للمؤتمرات على احتفائية لتكريم المرأة الجزائرية السيد الرئيس ولد وصوله للمركز الدولي للمؤتمرات طاف رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالمعرض الذي أقيم خصيصا لإبراز إبداع المرأة الجزائرية في مختلف المجالات الحرفية والتي تواصل خوض تحديات بناء الدولة الحديثة والمجتمع الذي يسوده الاستقرار وطبعه السكينة السيد الرئيس الجمهورية الذي يجدد في كل مناسبة على أهمية المرأة في بناء الأسرة وتنمية المجتمع يؤكد دائما على ضرورة إشراكها في مسار التنمية الوطنية الذي تشهده الجزائر الجديدة السيد الرئيس وهو يطوف بأجنحة المعرض كان له حديث مع المرأة ومختلف الحرفيات ألا إبرزنا بإبداعاتهن وإسهامتهن في تعزيز الموروث الثقافي والحفاظ عليها